الهلال الأحمر العراقي قد بادر منذ فترة طويلة إلى تحسس الآثار السلبية على مجتمعاتنا الأكثر ضعفا في العراق وبادرنا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من هذا التأثير على هذه الفئات التي ضرت أكثر من غيرها نتيجة التغيرات المناخية خصوصا في مناطق شهدت ولادة الحضارة الأولى في العالم في جنوب العراق يعني في منطقة سومر والتي تحوي الأهوار وهي مناطق شهيرة هذه المناطق تأثرت نتيجة الجفاف نتيجة التغيرات المناخية وكذلك نتيجة الجفاف الناتج عن السدود التي أقيمت على منابع نهر الفرات ونهر ججلة في المناطق التي تقع خارج حدود العراق هذه أيضا كان لها تأثير بالغ وكبير على موجة التصحر وموجة فقدان البيئة المائية الرطبة التي يمتهن الكثير فيها مهنتي الزراعة وتربية المواشي وكذلك الصيد أولا أود أن أسألك سؤال مهم جدا حول كيف يمكن أن نغير القرارات المتعلقة بالتغير المناخي وبصفة خاصة ونحولها إلى أفعال ملموسة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالمشروعات التكيف المرتبطة بالاستدامة طويلة المدى في المجتمعات المحلية ما اقترحناه هنا في المؤتمر هو أن يكون هناك درع دولي لمكافحة التغير المناخي وهذا شيء طورناه من خلال الدول العالم حتى يكون هناك درعا دوليا يتم من خلاله تقديم أساليب حماية للدول إذا ما كانت هناك دولة تحتاج أن يكون هناك نظام حمال التعامل مع مشكلات محددة حول التغيرات المناخية أو الجفاف فإننا نقترح أن يكون هناك مساعدة فورية إذا ما كان هناك فلاح متأثرا بالجفاف ويحتاج أموال فإن هذا الدرع الدولي يستطيع أن يخدم له الدعم المالي المطلوب بشكل سريع ما نحتاجه أن يكون هناك فعل سريع الآن وليس في المستقبل ولهذا فقد أطلقنا هذا الدرع الدولي لمكافحة التغير المناخي كما تعلمون فإن السنغال مهتم جدا بمشكلة المياه على المستويين المحلي والمستوى العالمي تتذكرون أن الرئيس السنغالي ماكيسال كان من أوائل الذين نقشوا موضوع المياه والسلام والأمن وذلك في مجلس الأمن بالأمم المتحدة والسنغال استقبلت في مارس 22 المؤتمر التاسع للمياه كما أن السنغال تشارك هذا الاهتمام بالمياه مع مصر ولذلك فإن السنغال كانت حاضرة في الثلاث اجتماعات الأخيرة لأسبوع المياه بالقاهرة ولهذا أيضا فإن السنغال تشترك اليوم في مصر في مؤتمر 27 وتطرح مشكلة المياه بالمشاركة مع مشكلة المناخ لأننا لدينا أزمة مياه وأيضا أزمة مناخ ولذا فإن الاهتمام بهاتين الأزمتين تجعلنا نعيش في عالم مزدهر وأكثر تضامن كنا نتحدث عن أحد أهم الموضوعات والملفات وهي المياه في الدول الأفريقية وفي العالم بشكل عام كيف تعتقد أن يمكن أن نوفر المياه؟ أعتقد هذا سؤال كبير والإجابة أنه فيما يتعلق بتنمية الطاقة فإنه من المهم أن تعمل الدول مع بعضها البعض حتى نستطيع بما أننا نعمل في مشروعات التخفيف فإننا يجب أن نتأكد أن المياه يتم التعامل معها بشكل آمن وعادل للجميع وكيف تعتقدين أن هذا يمكن تطبيقه على الأرض؟ هناك الكثير من الخطط هل يمكن التطبيق؟ نعم يمكن هذا شيء نقوم به في الولايات المتحدة أنا من نيويورك ونحن نعمل مع شركات طاقة ونحاول أن نؤكد أن حقوق السكان الأصليين مضمونة وهذا وأن يكون كل أصحاب المصلحة منخرطين ولهم الأولوية أولا أود أن أسألك حول كيف يمكن لكل القرارات المتعلقة بالتغير المناخي كيف يمكن أن يتم تحويلها إلى خطط ملموسة وفرص للتعاون فيما تعلق بمشروعات التكيب بشكل خاص في المجتمعات المحلية شكرا جزيلا على استضافتي وعلى هذا السؤال نعم هناك الكثير من الالتزامات والكثير من المناقشات تتبع عقدها وبالتالي نحن نحتاج أن نتقدم للأمام نحن نتحدث عن تركامة كل هذا إلى أفعال الأمر الهام بالنسبة لي هو حول إدماج المجتمعات أنفسها لأنه بدون مشاركة المجتمعات فإن الكثير من هذه الخطط سوف تظل على الورق هناك أشخاص يشعرون بتأثيرات التغير المناخي بشكل كبير ويريدنا أن يكون في مركز هذه النقاشات يحتاجون أن يكون مشتركين في التخطيط هناك الكثير الذي يمكن أن تقوم بها المجتمعات نحن نحتاج دعم في بناء القدرات وأيضا نحتاج دعم في مجال التمويل وكذلك نحتاج للدعم حين تتحد جميع المجتمعات وهناك مجتمعات متأثرة بشكل كبير وإذن المجتمعات يجب أن تكون في مركز الخطط التي نتناولها الأمر الأهم هنا تفهم مدى أهمية هذا الموضوع نحن نتفهم أن هناك أزمات متعددة وهي تتعدد في موضوعاتها بما في ذلك موضوع المياه والمناخ الكارثة المناخية يمكنها ومن قدرتها أن تهدد الحضارة الإنسانية والأزمة المائية يمكنها سريعا تشتيت مجتمعات بأكملها الوقت ينفذ بسرعة نحن في مصار من الأزمات المناخية التي يمكن أن تصل بدرجة حرارة الكوتب إلى أكثر من 2.5 درجة مئوية فهلذلك هناك أهداف والتزامات نتخذها على عاطقنا خلال الأعوام الخمسة الماضية لابد كان من تنفيذها لا يمكن تنفيذها حاليا كما هو واجب وذلك بدون الحصول على التمويل الجيد والحد من غازات الاحتباس الحراري وكذلك نوعية التعاون هناك بعض الأمور مفقودة نحن لا نعمل على تكامل القضايا والحلول والمشكلات إلى المستوى الذي نرغبه كما ذكرنا هناك الإجراءات من العديد التي تتخذ كيف يمكن تحقيق التعاون ما بين المشاركين وإجراءات وخطة عمل المناخ نحن نعلم أن 80% من أزمات المناخ التي نشهدها بسبب المياه ولكن ليس لدينا أي سياسة شاملة متكاملة بشأن المياه وليس لدينا قواعد بيانات متكاملة وليس لدينا معلومات بشأن أنظمة المياه متكاملة إذا كانت لدينا هذه الأدوات جميعها يمكن تحقيق التنفيذ بشكل أكفأ اشتركوا في القناة